بيزنتك لما صحيت انت وليت انجول البيضاء نزلت عالايتم شوب وفورتنايت عحساب الرسمي كاتبي انه عادت للمحاربة ومدرشوه الاساس هي ونزلت انجول البيضاء عالايتم شوب بيزنتك ليشاري حسابات بعلافات او ميات ما زعلت؟ طبعا بدك تزعل تداتيه لانه الناس كانت تتقطئ على بعض بموضوع انه انا عندي انجول البيضاء وهلا صارت انجولا البيضة للكل واي منمو必ن يجيبه واي بوت وفيد انجولا البيضه مسان احدث س Titanin profile شو السبب انه مجهد انجولا البيضها وماذا الابيخordin ا trying to hold contract لا يجيزه به خصوص الم plante عن نروض من عشاء طب اتنين بسيزن وبناrove الفيديو مظهر اتمن من اليس ودي有 اشياء كثيرة بالنسبه لأ القادمة ذ Ly listen방ishi کسب السنرو لبعض التسريبات الخفيفة جدا فيلا مع بعض مشاهدة ممتعة قبل ما بلش المقطع تبعي متل ما شايفين الجيم بلاي اللي ورد انا عم بحكي هذا الجيم بلاي من قناة مستكر موجود تحت بالدسكريبشن رابط قناته ياري تفوت تدعمه وتشوفه منزل جيم بلاي حلو ومونتاج حلو هو بده حقه حلم انه على اليوتيوب وهيك ان شاء الله انتو تساعدوا والله يوفقوا يوفق الجميل هلا خلينا نفوت بالمقطع تبعنا بالنسبة للمقطع تبعنا اليوم عم نحكي فيه عن انجولة البيضة وليش نزلت انجولة البيضة يا شباب حاليا صلى 920 يوم او 930 يوم ما نزلت على الايتم شوب ابدا ايش معنا هلا نزلت انا حكيت بالتسريبات الماضية بملفات اللعبة نزل معنا تحديث بالنسبة لسكن انجولة البيضة بجوات ملفات اللعبة وحاليا سكن انجولة البيضة كان موجود جوات ملفات اللعبة قبل ما ينزل على الايتم شوب وهذا الشي اكدناه 100% بالنسبة للتسريبات يعني وأنا قلت بهذا الشي أنه إنجولة البيضة لح ترجع onto my attribute بشكل رئيسي و 100% لح ترجع onto my attribute فالناس صارتوا تقول لا مستحيل ومون مستحيل وما بترجعوا هيك إنجولة البيضة هي عبارة عن item من item shop يعني هذا الشي متوقع يرجع ومتوقع ميرجع أي شيء بالylum shop يا شباب انت شاري قديم جديد مستعمل أي شيء كان يعني لح يرجع على item shop يعني بالاتم شوب كل شي بيرجع ما في شي ما بيرجع مشان يكون عندك فكرة والناس اللي بتدفع ألفات وميات حق إحسابات مشان بس تتميز شوي هذا الشي غلط وحرام عليك حاول توفر شوي فلوسك على هيك أشياء هلأ ليش مثلا ببنت الطيارة ما تنزل بالاتم شوب وليش انجول البيضة نزلت بالاتم شوب بنت الطيارة يا شباب اللي هي كانت عبارة عن سيزون شوب هذا السيزون شوب كان أيام السيزون الأول والثاني تقريبا هذا السيزون شوب كان ما يفتح معا غير لما توصل لفل معين يعني كان في عدة عناصر تقدر تشتريها في باكس كأنك عم تشتري بالاتم شوب بس السيزون شوب هات كان عبارة عن انه بس للسيزون اللي اللي احنا فيه حاليا هاي الفكرة شالتها في شركة فورتنايت من اللعبة ليش ما بعرف مع انه كانت فكرة حلوة بالنسبة لسيزون شوب انك انت تاخد غرض بالسيزون اللي انت عم تلعب فيه وتشتريه ويظل مميز من هذا السيزون فقط لا غير فبنت الطيارة مستحيل ترجع لانه هي سيزون شوب ساعة اباعزة نزلت على الايتم شوب معناتها هي الشي ضربة قوية جدا ومعناتها الشركة هيك عم تخبس وعم تجدبها على الاخر فانجولة البيضة نزلت لانه هي احد عناصر الايتم شوب فانا بدي اقل لك نصيحة اخوية مني انك انت لو اي شي بالايتم شوب لا تشتري لو كان حساب شو ما كان يكون لا تشتري بفلوس عالية لانه لح يرجع ينزل بالايتم شوب مثل ما شفنا بنت الزومبي نزلت ومثل ما شفنا سكيلاتون نزل وهلا شفنا انجولة البيضة نزلت هذا انصر من الايتم شوب لح يرجع يعني لح يرجع فبس هي بالنسبة للايتم شوب خليك انت فاهمان هذا الموضوع مشان ما قبل يصير فيك هيك اشياء مثل ما صار مع الناس الثانية يلي شاري حسابات مشان انجولة البيضة فقط لاغين وهلا خلينا نحكي بالنسبة لارجاع الايتم ارجاع الايتم تبع ديدبول يا شباب ما قدرنا الرجع ومدري شو صار باللعبة بالتحديث 12.61 نزل وشغلة جديدة انك انت لو حتى بطاقاتك خالصين تبعات الارجاع يعني انت لو عندك بطاقات ارجاع كلها ننعرفها بالاعدادات مثل مزار امامك بالفيديو لو انت عندك زيرو بطاقات مثل ترجع اي شي فقط اشياء ديدبول اللي هن نعدلوا عليها اللي قلادر يزارها امامكم بالصورة هيرجعوها لانه غيروا حركتها مشان الارينة لانه الناس كانت عم تستخدمها وهي واقفة عليها عم تقفز ما ام ينجابه او ما ام يتليزره بالاحرى يعني فمشان هيك بدون الناس ترجعوها بعض ما اعدلوا على الحركة تبعه فأنت اللي حاليا تقدر تفوت على الاعدادات وترجع الحزمة كاملة لو انت شارية او ترجع ايتم واحد لو انت شاري منفرد يعني لو انت شاري الحزمة تبعات الديدبول او اللي قلادر فقط لا غير بتقدر ترجع يعني المهم ايتم منفرد لو الحزمة بتقدر ترجع كلها ما بتقدر ترجع فقط لغير اما لو كان القليدر بس انت شاري تقدر ترجع بس القليدر وبالنسبة للزون خلينا نحكي عليها شوية للزون الزون يا شباب كلنا اللي حاليا عم نلعب طبعا هم ملاحظين ماذا صار شكله وكل شوية بتلاقيه شوية عاليمين وشوية عالشمال وقبل ما تنزل من الباص حتى بتلاقي فيه زون احيانا عم تصير هيك ليش هيك عم يصير معنا كل الناس عم تشتكي على الفيسبوك والانستجرام و تويتر بكل الاماكن انه ليش هيك الزون عم تصير وشو صار باللعبة هل هو غليتش ولا ها هو اللعبة مستقصده هاد الشي لا هاد الشي اللعبة مستقصده مية بالمية لانه جهاز دومز دي هلا حاليا ندخل معنا بالمرحلة الاخيرة مثل مظاهر امامك بالصورة هلا حاليا جهاز دومز دي وصل للمرحلة الاخيرة خلص هيك هلا صفيان باع الحدث ان شاء الله بعد يومين ثلاثة وهي احنا نخفوت على الحدث وانا الانت الحدث كمان عندي بالقناة او انت حابب تشوفها بتوقيت سعودية ومصر لح تركلك الرابط تحت بالدسكريبشين مشان تشوف الفيديو اين تتوقيت بالزبط هلا هي الزون حاليا متل ما بنعرف بدك تاخد بالك من الزون لانه كتير عم تروح يمين وشمال فانت بدك تخلي عينك دائما على الزون مو متل اول ابدا هاد الشي بسبب جهاز دومز دي وبسبب جهاز دومز دي حاليا عم يطلع بعض الصوايق اللي صغيرة من جهة الاجنسي عم تتوزع بكافة انحاء الماب في شخص من الستريمر يطلع معه هادا اللي ظاهر امامكم بالصورة او خلينا نقول استريمرية يعني هاي البنت الستريمر يعني فهاي البنت كانت عم تلعب او هاي رجال ولا بنت هاد والله العظيم فكروا بنت انا المهم هادا الستريمر يعني هادا الستريمر طلع معه هادا اللي هو ماشي عند منطقة الاجنسي قريب على سيلتي طلع قدامه متل صائقة صغيرة الي هي جاي من جهة الاجنسي متجها لمنطقة وبنقود تقريبه فهلا اللي احنا حاليا اللي حنبلش نشوف اشياء جديدة بالنسبة لهيك اشياء وقليتشات وبعض الاضافات الصغيرة اللي احنا صعب نشوفها غير بالصدفة مثل هادا الشخص الي شافه الستريمر فهلا اللي احنا بلش معنا جهاز دومز دي لاخره فتوقع اي شي غريب توقع اي شي لانه فيه تقريبا ست ملفات مشفرة بملفات اللعبة ولحد الان ما منعرف شو هي فالول كلهم شفرين دين كان يطلع منهم اشياء غريبة جدا فتوقع اي شي يصير معناه حاليا بهاي الفترة واخر شي معناه اللي هي بالنسبة للاسباحة بالنسبة للاسباحة في فورتنات حاليا نزل معنا بملفات اللعبة كود عبارة عن هو ووتر اندر ووتر يعني ووتر اندر ووتر اللي هي تحت المي نزل معنا اسباحة جديدة تحت المي لحد الان ما حنا بيعرف شو هي هل هي مود هل هي اللي حيصير معنا متل وقت صار مع ترافيس كوت ورفعة المي وصلنا نسبح تحت المي وقت نزلوه حركة اسباحة تحت المي هالجهاز دومس دي اللي حيضرب معنا ويعلي المي ويعمل فيضان وتسونامي متل ما عم يقولو تبلي تحت بالتعليقات شو رايك بهذا الشي وشو تحرياتك عن هذا الموضوع كامل وهذا هو شكل الاسباحة تحت المي اللي حيكون معنا يعني متل كأنك عم تغوص تحت المي كامل بحتى بيورجيك شان عم يسبح بالعرض وبالطول وكيف عم ينزل بالمي متل تبع جدي ايسان اندريا سيك لما يغوص تحت نفس الطريقة تقريبة فهاي هي تقريبا تصورة كيف انت لح تسبح تحت المي وكيف لح تغوص تحت المي متمنى يكون فيدكم بهذا المقطع واستفدتوا استمتعتوا معي شكرا لكم كل قاتكم باعتزر اني ما نزلت تسريبات 12.61 فان شاء الله مع الوقت اللي حصير نزل كل يوم شكرا لكم على الدعم الخارق اللي عندما تدعموني اخر فترة وبرعاية الله مية قلصا د lifespan عبيت أبيت وقت الكبير